مرحبا بكم جميعا هنا باسم عائلة معالي أريد أن أشكر كل سكان كونتاكي كل الذين أبدوا حبهم لعلي أريد أن أشكر الجميع على كل ما تم القيام به اليوم نحن نحبكم جميعا شكرا لكم جميعا كما تعلمون أبي كان يحب الشعر وكان يحب الشعر المتعلق الشعر العاطفي وأنا أريد أن أقدم له صلواتي أريد أن أقول لكل الذين يحبون أبي شكرا لكم قلبي حزين جسمك لم يعد موجودا لكن عقلي يقول أن كل ما علمته لي ولأسرتي وللناس والأهم من ذلك كله الإيمان بالله الذي خلق الإنسانية لكي تعمل وتعمل الأرض لقد ناضلت من أجل المبادئ ونحن كأناس يكون لدينا حقوق حقوق الإنسان أن تنظر في عيني الظلم وتقف وتصمد أمامه الله أعطانا مواهب وأعطانا إرادة حرة وباعتبار ابنتك فأنني ممتنة لك بكل الحوارات حول النساء والرجال والعلاقات التي قادتني أولا إلى أن يكون لي علاقة حب مع نفسي والتي جعلتني أؤمن بقدراتي وأحترم نفسي شكرا يا أبي لأنك كنت تطلب مننا أن نفكر فيما نقوم به وتظهرنا جمال خدمة الآخرين كنا معجبين بحبك الصادق للناس ولكل من يقترب منك بكل كرامة طيبتك لم تكن مشروطة ولم تعتبر أبدا أن أحدا أقل منك قيمة كثيرون قالوا قصصا عما كنت تعنيه بالنسبة لكم لأنك كنت تمثل القيم التي جعلت من حياتهم حياة أفضل لو حصلت على دولار لكل قصة لكنت غنية أنك تركت إرثا ثمينا لكن تاريخك يمكنه أن يساعد في وضع حد للعنف والكراهية بين الناس هنا على أرض أمريكا أو في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم نحن نتوق إلى السلام السلام الذي تنام فيه الآن لقد أحببنا الأربع وسبعين سنة التي عشتها وسوف نفتقدك كثيرا لكن الآن فأننا نحتفل بك ونصلي من أجلك وأنت تدخل جولتك الأخيرة لكنك لن تسمع صوت جرس في الآخرة في الجنة نحن نحبك وأنت تحبنا ترجمة نانسي قنقر